أقامت جمعية وتأهيل المعاقين حركيا بوادي حضر موت سيئون الحفل الفني والتكريمي بمناسبة اختتام فعاليات المهرجان الرياضي والثقافي والترفيهي الأول لذوي الاحتياجات الخاصة مدير عام مديرية سيئون المهندس عمر بعارمة أكد على أهمية الاهتمام والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة التي تمثل جزءا كبيرا من المجتمع مطالبا أهل الخير بمساعدتهم على التغلب على الأوضاع التي يمرون بها وتشجيع الجهات التي تتكفل برعايتهم وتوفير احتياجاتها مشيرا إلى أن إدارة التربية والتعليم بمديرية سيئون ستدرج مدارس دوي الاحتياجات الخاصة ضمن أنشطتها في العام القادم